أمير الشعراء أحمد شوقي ولد الشاعر أحمد شوقي في مدينة القاهرة عام 1284 للهجرة وترارع في ظل أسرة موسرة عاشت في القصر الملكي للخداوي أدخل في الرابعة من عمره إلى حلقات الكتاب في القاهرة وبعد أن أنهى تعليمه الثانوية في المدرسة أرسله الخداوي إلى فرنسا حيث أكمل دراسته الجامعية وحصل على شهادة في الحقوق منح شوقي موهبة شعرية فذة وبديهة قوية فكان ذا حس لغوي مرهف في اختيار ألفاظ قصائده التي تتآلف مع بعضها ببراعة مما أطفى على شعره عذوبة رائعة ميزته عن باقي شعراء عصره صرف أحمد شوقي اهتمامه إلى الشعر عامة وإلى الإسلامي خاصة كما عني بالشعر المسرحي ويعد الرائد الأول في المسرح الشعري العربي وإلى جانب ثقافته العربية كان متقنا للفرنسية التي مكنته من الاطلاع على آدابها والنهل من فنونها والتأثر بشعرائها وهذا ما ظهر في بعض نتاجه الشعري وقد تنوعت أغراضه الشعرية بين المدح كما في مدحه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قصيدته الشهيرة البردة والرثاء والغزل والوصف والحكمة والشعر الوطني الذي يستثير الهمم كما برع شوقي في مجال الكتابة النثرية ولا سيماء الحكايات التي كتبها على ألسنة الحيوانات قاصدا من ورائها تصوير هموم الشعب المصري إبان الاستعمار الإنجليزي لبلاده لقب أحمد شوقي بأمير الشعراء لإجماع الشعراء في عصره على أفضليته توفي أحمد شوقي عام 1351 للهجرة عن عمر يناهز 63 عاما مخلفا للأمة تراثا شعريا رائعا جمعه أحمد شوقي في ديوان الشوقيات الذي يقع في أربعة أجزاء ويتضمن سيرته ومجمل شعره